الموقف البريطاني منذ اليوم الأول لهذه الحرب في أوكرانيا هو داعم بلا حدود لكييف هذا ما كان يقوله رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي زار أوكرانيا مرتين خلال فترة الحرب ودعم أوكرانيا بشكل محدود على نفس السياق يسير رئيس الوزراء البريطاني الحالي وأيضا السابق لزيتراس بما فيها رغم فترتها القصيرة جدا وطبعا رئيس الوزراء الحالي ريشي سونك يوم أمس صباح أمس بمناسبة العام الجديد تم اتصال هاتفي بين الرئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك والرئيس الأوكراني وأكد من خلاله سونك دعم بلاده اللامحدود وطويل الأمد لأوكرانيا لتحقيق الانتصار في هذه الحرب وقال إن مشاعر البريطانيين مع الأوكرانيين الذين يواجهون قصفا جويا يوميا من قبل الروس والحديث عن الطائرات المسيرة بدين طيارة التي تدك المدن الأوكرانية كما عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك وتحدث عن أن الدعم بألف صاروخ مضاد للطائرات من بريطانيا لن يكون الأخير وهناك اتفاقيات لدعم جديد خلال الأسبوع المقبلة من قبل بريطانيا لكييف بريطانيا تدخل بكامل ثقلها المادي والعسكري غير المباشر بمعنى عدم وجود عساكر وجنود يحاربون على الجبهة لكن فقط امتادات لأوكرانيا بالتالي بريطانيا تريد أن تدعم أوكرانيا وتستمر في دعم أوكرانيا بشكل لا منتهي بهدف تحقيق هذا الانتصار وهذا ما قاله أيضا الرئيس الأوكراني زالنسكي في تغريدة له عبر حسابي على تويتر قال إنه اجرى اتصالا بريشي سونك رئيس الوزراء البريطاني وهذا الاتصال حمل تقدير من قبله تجاه المملكة المتحدة وقال إن العام الجديد سوف يحمل انتصار أوكرانيا بمساعدات كبيرة من المملكة المتحدة